السلام عليكم و مرحبا بكم حبوباتي نتمنى تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبتلكم اليوم اليوم راح نحضر معاكم وصفة لكخاب المال حين لهذا الوصفة نحتاج وعندي ثلاث حبات بيض زوج كيسام فارنة كاس حليب كاس ماء زوج مغارف زبدة ذايبي انت قدري تدير زوج مغارف زيت عندي كمية قليلة من المعد نوس مقطعة رقيقة نروح لطريقة التحضير اهنا راح ندير ثلاث حبات بيض راح نزيد عليهم نص مغرف صغيرة ملح هذي بالنسبة اذا حبيتي تديرهم ملحين اذا حبيتي تديرهم حلوين ديري رشة ملح وزوج مغارف سكر اهنا راح نجيب فوي ونبدأ نخلط البيض مع الملح من بعد راح نزيد كاسة على حليب ما يكون لا بارد لسخول و راح نزيد كاس ماء كي ما تقدري تديريزوش كيسان من حليب تعافوا بلي انا نحب نجيب لكم وصفات اقتصادية وسهلة انا راح نقلط هاذ الخالط ملح من بعد راح نزيد كاسة حليب انا اضكرتكم في المقادير بشكل كبير احترى عام الشهر من نص الكس حتى كبير انا اتحرك لكم القوام اللي يلزم تتحصل هنا نزيد رشة راس الحانود اختياري تحبي تعوضها برشة زعفران ستعطيك لون الأصفر ونخلط ثم نزيد زوج مغارف زبدة يجب أن يكونوا ذائبين نرى الخليطة تساعي إذا سوف نخفيف أو أثقيل سوف نزيد كاز فارينا وإذا كانت الخليطة تثقيل بزيادة حليب سوف نضيف خفيف سوف نزيد كاز فارينا ونحاول ندخل هذه الفارينا في هذا الخالط من بعد سوف نجيب الميكسر وهذه الخطوة بزيف مهمة سوف نكامل هذه الفارينا اللي تكون مكورة معك سوف ننحل بالميكسر نميكسر هذه الخليطة على الأقل دقيقة سوف نخفيف هذه الخليطة على الأقل دقيقة لبنتي تمنى أن تجربوا هذه الوصفات تعرفوا بليني نجيب لكم وصفات سهلة وبنينا حتى يكونوا جينة كظيفة تقدري تقدمهم مع الحريرة والمليحة فيهم بالخوف يوجد وانا الساعة الاخيرة تعرف طرح اني حنوجد فيهم ما كنتش دايرة كامل حساب حتى الحشوة ما دا وجدتهاش رايح نحشيهم بالطن والفرماج بالنسبة للحشو اختياري انتي شا عندك عندك سكالوب دايري سكالوب عندك فيونداشي دايري فيونداشي ما عندكش تقدير دايري غيب صلو فرماج اهنا البنت بعد ما ميكسيت كامل هذك الخالض راح نخليه مدة نص ساعة يرتاح اذا انتي ما عندكش وقت على الاقل خليها عشر دقائق يرتاح انا رايح نجيب لكم ذو كالالوش دوريه لكم كيفاش راه القوامل تساعوا هاوليكم ما هو ثقيل ما هو خفيف انا رايح نغطيه ونخليه مدة نص ساعة ونعودوا نتلاقعه اهنا البنت بعد ما مرت نص ساعة اني جبت المقلة التاعي اللي ندير فيها ليك خيب كما كم تشوفوا درت البنسو فيه شوية زبدة وفوت كامل على هذك المقلة ودرت كمية من هذك الخالض تعليك خيب وقعدت نفوتها كعلى المقلة نمشي كامل في الخليط على المقلة حتى كما راكم تشوفوا نشوف كامل الحبه ويبدأ الحواف تتوحه يولو ضاغي رايح نقلبها انا كنت طيبت حبه من قبل واركم تشوفوا الالوان تاع هذك القصبر اللي كدرتو كيفاش اعطى لون اعطى لون رائع اهنا منين ذاك ندورها من بعد رايحة نقلبها شوفوا الالوان كي شابين اهنا يا رايحة ننحيها البنت بعد ما تنحيها ديريها في توقشون و توقشون ديريها في كيس بلاستيكي هكا باش تقعد لك الطرية كون تخليها ديغاكت هكا في طبسي رايحة تيبسلك بالنسبة للعجين اذا درتي كنتي تيتا عجين تقدري تقدري تخبيها بلا ما تطيبها ديريها في قرعة و تبلي عليها و تخليها في الفخي جيداك بالصح لازم تفوتش تخواجو واذا كنتي طيبتي وما قدرتك شلافاخس باش تفخسيهم تقدري تدي لهم سيلوفان و تدي لهم في الكنجيلاتور و الوقت اللي تبغي تجب ديهم تجب ديهم كي معكم تشوفو ما يشدوش كامل الوقت اشتركوا في القناة ليس كاملين لك الكرقق لا يكون لك أخشان باش ما يكون لك معجين ما يجوك يبسين اهن اللبنت انا كمال كامل الحبات اللي عندي ونروحو نبدأو نعمروا فيهم باش ننقلوهم انا لابنت كما كنتم تشوفوا العجينة تاك فشارهي رها طرية بزف انا لدي طومات لدي فورماج فورماج تستعملي اي فورماج عندك تقدري بمثلثة اي فورماج متواجدة عندك واي حشو تقدري تستعمليها استعمليها انا رايح نبدأ نعمر فيهم انا رايح ندير الحبة ملجيها اللي كانت اللولة اللي طابت فيها رايح ندير فيها الفورماج رايح نزيد مغرب صغيرة تاتون تقدري تديري زيت ونخضر تقدري تديري وتكون فيونداش يجي بزيف شباب انا بطل ما كانش عندي الوقت باش نوجد لافخص هاي لكم الحبة اللولة رايح نزيد ندير الحبة واحد اخرى معكم وديما ديري لفخص في هاذ الجهة وديما ديري لفخص في هاذ الجهة انا نكمل كامل حبة وندير المقلة التاعي تسخن في هالزبدة كما كنتم تشوفوا انا المقلة هناني عاود سخنتها درت فيها مغرف كبيرة تاع زبدة باش نبدأ نحمر هذوك اللي كخاب تتاوي احنا بعد ما نشوف حبة اللي كخاب يتحمروا من تحتها نعاودون قلبوهم لازم تتحصل على هاذا اللون الضغي ما تخليهم شي يتحرقوا ما تخليهم شي بيضين اهنا اللي بنات نكمل كامل حبة اللي عندي ونروح نوجدهم في طبسي ونوريهم لكم هامليكم اللي بنات اللي كخاب بعد ما طيبتهم كنت ديكوريتهم بهذوك الوريقات تاع القصبر كما كنت شوفوا فيهم رح نفتح معاكم حبة وتشوفوها بالداخل هم عاد سخونين كما كنت شوفو رح مطريين هامليكم بالداخل شهيتكم ان شاء الله يا ربي في الجنة لبنات نتمنى يا ربي الفيديو كان اعجبكم ان شاء الله يا ربي ما كنت شثقين عليكم اللي اول مرة تشوف القناة ماذا بيه تدير ابوني وتفاعل جرس باش اي جديد يلحقها ولكم صحة فطوركم صحة رمضانكم الفيديو اهدخوا ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة